بسم الله الرحمن الرحيم ومعي رئيس فريق سما نريد أن ندردش سويا ستكون الدردش معكم ومع الاستوديو طبعا مجلتنا هي مجلتكم ونحن في هذا الشهر من عام 1434 شهر رمضان الكريم طبعا إن شاء الله تكونوا صايمين كلنا أنا أقصد الصغار وحقيقة الصغار أنا زعلان ومتضايق أنه يسموكم صغار طبعا المستهدفين من الجمهور في المشاركة في مسابقة خمسة رمضان إلا هما الصفة السادس ابتدائي من بنات أو شابات وشباب طبعا أنا زعلان أنه نسموكم صغار نحن نعتبركم كبار زمان زمن أجدادكم كان الواحد لما يتخرج من ابتدائي فرحة كبيرة لأنه كانوا فيه ناس يسقطوا في الابتدائي كانت الإذاعات أو اللي ينجحوا يعلنوا عنه في الابتدائي النجاح ما كان فيه انترنت كنا يضيعوا في الإذاعة في الراديو يضيعوا الأسماء وبعد المدارس هاي مستر شي مستر مستر ميند مستر شين مستر شين ما شاء الله معانا مستر شين هذا رئيس فريق سامة وأما رئيس فريق آرت اللي هو مستر واو فهو غاية انتبهوا انتبهوا لفريقكم غاية ما حق يعني هنا الكرسي بتاعه غاية ما هو موجود طيب كده نحن ناخد فاصل ونواصل في الدردش شكرا عدنا إليكم يا أحبائي الكبار بعد الفاصل وما زلنا في فقرة الدردشة ومن يفوته أي شيء من الدردشة اتصل بنا إن شاء الله وندردش معاه إلى الصبح طيب الآن هنقل الماكرافون إلى رئيس فريق آرت أهلا بكم أعزائي مستمعين ومعكم فريق آرت التاش سمار تلاتة وخمسين فاصل سبعة تسعين كل سنة الطيبين ورمضان كريم أعتذر عن التأخير بسبب الزحام الشديد تعارفين الأمس كان أول يوم رمضان كانت إلى حد ما الشوارع هادية والطرق طيبة لكن اليوم بجد الأمور لا صعبة جدا جدا يعني أنا خارج من حلوان واحدة ونص إلى خمس أوصل هنا أربعة وربع ستلات ساعات إلى ربع كتير 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 بسبب الزحام وكل صنوات طيبين ورمضان كريم طبعا ده كل يوم هيبقى البروجرام ده كل يوم الزحام بسبب ما قبل الفطار كله مستعجل كله بيجري كله عايز زل حيروح ينام له ساعتين قبل المغرب ينام له ساعتين قبل الفطار أو كله مستعجل عشان روح يجهز فطاره وكله صنوات طيبين ورمضان كريم أتذكر رمضان قبل وأنا في عمركم كده في عمر الست سنين والاثناشر سنة كانت من أجمل أيامنا أيام رمضان ومن أمتع أيامنا أيام رمضان كنت أعيش بقرية القرية بتاعتي بمحافظة شرقية جمهورية مصر العربية كان مش بيها لا مية ولا نور كانت على طول مقطعة كهرباء أبو حماد أبو حماد شرقية ما كانش في حاجة اسمها عندنا كهرباء وكننا عايشين على حاجة اسمها الشمع وكلوب واللمبة الجاز الأديمة بتاعت زمان وكنت نصوم في عمرو وكننا نصوم والله يورا الزير لا 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 خالص لا كنا بنستمتع في رمضان هناك كنا بنلعب كتير قوي بعد الفطار في عز الظلمة وكننا نحكي مع صحابنا وكننا نعود كشكلة الكبار كان من أشهر ألعاب عندنا وقتها حاجة اسمها لعبة اللطة زي السغماية اللي بنقول عليها السغماية وكننا نعود نفرح لأن كان عندنا بالدوار الدوار اللي هو المضيافة بتاعت العيلة كنا نروح نحضر كل عيلة إلها دوار كل عيلة إلها مضيافة كل عيلة بتصهر في رمضان بيجيب شيخ يعود يقرأ القرآن كل يوم من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة الفجر طبعا مش بيقعد متواصل ولكن كل شوية يعود يقرأ جزء من القرآن ربع قرآن كده كنا بنستمتع باللمة وفاصل وحنعود يدكو عدنا عليكم عزيزي المستمعين معكم واو رئيس فريق أرت والآن معنا صديقي وأخي رئيس فريق سما شين هيحكينا في الدردشة هيدردش معنا ويحكينا ليش صار معاه وهو صغير وهو في سن 12 سنة في رمضان يمتعنا بحكوية جميلة تفضل أخي شين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي قناة سمارت 40.16 محدثكم شين رئيس القناة ويسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا والموافق لعام 2022 ميلادية نفتكر كلنا من سنتين يعني في رمضان 1441 هجرية كان رمضان صعب علينا كلنا وكانت فترة صعبة علينا كلنا لأنها كانت وقت زروة تفشي وباء كورونا الصعوبة كانت في أن رمضان شهر الخير وشهر الكرم وشهر بيتجمع فيه كل أفراد العائلة على مائدة واحدة في توقيت واحد يمكن الناس ما كانتش بتقابل بعضها بتشوف اللي ما شفتهوش من فترة كبيرة في خلال شهر رمضان على مائدة الإفطار في رمضان ولكن للأسف في رمضان من سنتين انحرمنا كلنا من لزة وصحبة التجمع بسبب وباء كورونا فكان كل واحد بيفطر مع أسرته الصغيرة على مائدة رمضان ونفتكر في وقتها كمان اتفرض علينا بسبب الإجراءات حظر التجوال كمان يعني ما كناش حتى نقدر نخرج من بيوتنا الحمد لله انقشعت الغمة وزالت وابتدينا نخرج ونمارس حياتنا بشكل طبيعي انحرمنا من الصلاة في المساجد ودي نعمة ما قدرناش يميتها إلا لما تحرمنا منها كل دي حاجات ما يقدرهاش إلا لتحرم منها نعمة التجمع نعمة الاطمئنان على بعض اكتفي بهذا القدر واشوفكو على خير والسلام عليكم فاصل ونواصل عدنا إليكم أعزائي المجتمعين بعد هذا الفاصل والآن يسعدني أن أنقل يسعدني أن أكمل معكم بعض المكتطفات والآن أنقل المايكروفون إلى مهندس الهواء فليتفضل مرحبا طبعا أنا مكاوي فأقول مرحبا دايب نحييكم جميعا وطبعا هو شرد كان جنبي هنا راح هناك بعيد لو سمحت لاحد يلعب في حاجة ولا حد يمسك جوال ولا شي نركز كلنا مع الناس اللي بيسمعونا منتظريننا طيب خليني أدردش معاكم شوية عن الفقرات أو المحتوى في المجلة مجلة قاق طبعا أنا عارف يهمكم مسابقة خمسة رمضان إلا إن شاء الله كل جمعة سيكون هناك فقرة مطولة عليها أو كل جمعة المختصر يعني الأحد والاثنين لكن هي خمسة رمضان وعشرة رمضان وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين وهكذا يعني خمسة في كل شهر في أسئلة ومسابقة وحاجات حلوة يعني طيب الآن في الدردشة يعني خلينا ندردش حول المسابقة ونقول في أسئلة كده غريبة حتى تواجهنا مثلا عن العالمين لأنه أنا معايا صورة الفاتحة وفريق سماء وزعنا الصور كان معا سبعة صور وفريق آرت معا سبعة صور فهي خمسة عشر صور فأنا أتكلم بصفتي يعني كأنه الفاتحة تتكلم والفاتحة كلنا نعرفها الصغار والكبار وكل فعندنا العالمين إلا هم عبارة عن بشر وإنس وجن وملائك طيب هل في فرق بين الإنس والجن؟ هذا سؤال أشياء عجيبة هل البشر هم رجال؟ الأسئلة هتكون زي كده نعم أم لا هل النساء من البشر؟ الجواب نعم أو لا زي كده مثلا هل الرجال من البشر؟ هكذا طيب هنا في واحد يعني بيسوي علي مخرج أنا دائما أنا أشلم وأقول لهم الوقت انتهى ننتقل بالماكرافون بعد الفاصل أنا خيرت الاثنين فريق سما وفريق آرد قلت لهم نحن عندنا خمسة فواصل أو خمسة حلقات فواحد اختار فاصل ونواصل وشكرا مر الماكرافون ابتدأ من عندي وبعدين على فريق آرد أو رئيس فريق آرد بعدين رئيس فريق سما والآن خيرت طبعا الآن أنا رجع الماكرافون عندي مش حيرجع على الفريقين لكن فريق من الفريقين فاختار فريق آرد إنه هو يقدم آخر فقرة وبذلك تكون عندنا خمسة عشر دقيقة ما يقارب خمسة عشر إلى عشرين دقيقة لكن الفقرة هذه صحيحة واختار لكن فقرة مقيدة طبعا طفينا النور احتمال يحضر معانا جن في الاستوديو وطبعا في مقدرة عند بعض الناس إنهم يسمعوا كلام الجن لكن بنسأل أو مقدم الفقرة رئيس فريق آرد هل عمره سمع الجن؟ هل صدف إنه سمع الجن؟ طبعا الجن دائما هم يسمعونا أكيد فيبدأ هو يتكلم عن هذا الموضوع ويدردش معانا والموضوع مقيد هل حصل إنه سمع الجن؟ أو سمع من أحد إنه سمع الجن؟ طبعا أنا سمعت من أحد إنه سمعت الجن كان معايا دائما موجود وكان يسمع الجن وعنده قدرة يكلمهم ويقول لهم أجيبه إياه الأخوة ويردوا عليه نسمع من فريق آرد أهلا بكم أعزائي المستمعين وعودنا إليكم فريق آرد معكم واو بالنسبة للجن أنا مؤمن جدا بوجود الجن لأنه مسكول في القرآن لكن لعمر سمعته ولا سمعت عن حد سمع عن إنه حكى مع حد كتير بيحكوا كتير ناس تمرد كريس ناس تتعب وتقول ده فلان ده ملبوس من الجن فلان ده ركبوا جن فلان ده خربت بسبب الجن لكن والله أنا الحمد لله حتى هاي جيمه داخل اتفضل الآن موجودين الجن لو سمعت الآن معنا في الاستوديو لو سمعت الآن واحد منهم يكلمك هتعمل ايه هلو هحكي معا لو هيحكي معا هحكي معا لأ انت سمعته لو سمعته هتعمل ايه هعوزه لو اشترى ايه ايه لا مش هاجي تاني ايه الله اجي فين اجي لا والله ما اجي انا شخصيا لا انا اخاف من الجن اخاف تيه اخاف منه طبعا طبعا ربنا كينا شر الجن هو شرق هو شيطان هتجيبك انتشفتك لا كان ما زكرت القرآن هو حيكلمك اقولك مش حيشخط اقولك هو الآن حيكلمك مش حيشخط هيحكي معايا يعني يقول له اهلا هتجي بكرة انا مش هتجي لا مش هيجي تحياتي ليكم وكل صوت طيبين